لو انت عايز كل ما تيجي تفتح التليفون بتاعك مثلا تلاقيه واخد معاك الشكل الجميل ده او النقطة او النقطة المية اللي قدامك دي او زي بيسموها كده liquid glass وديجي طبعا تحط البصمة بتاعتك تلاقيه يفتح معاك بيه الافكت الجميل ده كل ما تيجي تغفله وتفتحه تلاقيه واخد معاك الشكل التحفة ده فتابع معايا الشرح اه طيب هرجان هوا جماعة بعد الانترو كالعادة نخش عطول في موضوع الحلقة طيب بصوا شباب افتحوا عندكم في جوجل بلاي هتلاقوا ادي اسمه التطبيق قدامك وزي ما انتم شايفين اسمه دوك وولز طبعا ابحس عنه في جوجل بلاي هزر قدامك عادي جدا يعني هحاول ممكن سيبلكو لينك تحميلي في صندوق الوصفة لسي الموضوع مش مستاهل يعني لو تاخدوا بالكو ان التطبيق هنا واخد تقييم اربعة وخمسة من عشرة فهي حاجة ممتزة جدا التطبيق كمان يا جماعة الميزة اللي فيه غير ان هو في دي كمان ان التطبيق بصراحة زيره اعلانات مفيش فيه اعلانات خالص ربنا طبعا يقدمها نعمة يعني لان التطبيقات دي مجاد ما بتتعرف وبتتشير وكده بيبدأ بقى المطور ايه يطمع ويحط اعلانته وكده يعني المهم لما هتنزل معاك التطبيق هتقوله هنا كده ادي الوجه الرسلت على البرنامج ارفع دي كده لفوق ادي شكل البرنامج ممكن بس يعني يبالك في الاقوى كد ان هو يعني ومعقد وبتاع بس انت لقيش الموضوع ادفع مما تتصور طيب انت لما هيشتغل معاك اول مرة مش بقى فيه الصور دي الصور دي كلها انا حطيتها من عندنا هيبقى عندك انت صور تانية كتيرة طبعا الصور دي انت موكم تشيرها معلمة الاكس دي او موكم طبعا تعمل لها اضافة موكم اونلاين او موكم لو انت عندك الصور على التليفون ذات نفسه فانت موكم تضفها انت لو دغلت هنا على تنزل تحت مسلا هنا كده فانا موكم مسلا اضيف حاجات دي مسلا والفضاء مسلا ودي فانت موكم ضيف بقى صور براحتك يعني وهتقول له بعد كده هنا تحت دي هتلاقي هو بعمل بروسسنج او معالجة للصور دي وهيبدأ حالا يضفها لك وسط الصور المحتوى حالا دي او زي ما انت شايفين اضافت معنا طبعا ات زي ما قلت لكم موكم من الاكس ده تشير الصور دي او تحطوا زي ما انتوا عايز طيب بالنسبة لحاجات الالتحدي كلها بصوا عشان ما دخلكوش يعني في تعقيد والفيديو بقى ريخم وهشتغلوكم ايكونة ايكونة الموضوع هيبقى ممل فانت ح تحول تاخد يعني دي الفيديو قدامك هو تحول تشوف انا عامل ايه وعمل زي يعني تعال على اللي هي اول واحدة دي وخليها التانية دي مسلا هو هنا اللي هو نايت اي دي خليها اوف طبعا دي عشان حماية العين والكلام ده كله فعشان زي ما قولكم الفيديو بس ما يبقاش ممل وكده يعني فخلي كل حاجة زي ما انت شايفها قدامك كده خلي الواحدة اون دي هنا اوف دي دي بيقولك يعني ايه لو انت عايز تغير الصور اللي فوق دي عن طريق انه هو يعملها مع نفسه هو يبدأ يغير الصور ولا اعليrod الواحدة لو انت عملتها هو الواحدة حى هنا واقتبا شايف يغيرها مع نفسو اح heute طيب لو انت عملتها مسلا هنا اللي هي بو松at يا بكما عمال toda شايف جماعة كل ما هطلع برة كده كل ما هجي يعني احرك مسلا ان هو خرفيا بص تلاقي خلفية او الواحدت شايفتش تغير معاقى هاجي مسلا يعني كل ما هطلع كده والأرجع التاني مسلا او او هتلاقي الواحدة هنا تجي تبتاح اي حاجة او تعمل petty اواء أي حاجة اي حاجة هتلاقي الواحدة جايفة تخليها تمام او معكم ت خلالها استاتيك. استاتيك زي كده. يعني استاتيك دي اللي هو ايه? تقول له صيبت لي خلفية واحدة بس ما تغيرش حاجة. يعني فرضا. والخلفية انت ممكن تختارها. يعني ممكن تقول له خلفية دي مسلا. او الخلفية دي براحتك. شوف انت عايز ايه? او الخلفية دي. او الخلفية دي. انا مسلا بحب الخلفية بتاعت اللامبة دي مسلا. هطلع برا. هتلاقي خلاص هي المطبقة هي. مهما بقى احرك اطلع انزل. هتلاقي خلاص دي موجودة. فجميع يا جماعة انا بس اشرحت لكم حاجة واحدة بس. خدت وقت ازاي? فبقى لكم بقى انا هاشح اه واحدة واحدة من دي هتخلو تفيد جدا. فعشان كده اقول لكم حاولوا تعملوا زي ما انا عامل كده وخلاص. هنا دي خليها اوف وزوم افكت خليها هنا اوف. خليها هنا كده اون. خليها برضو هنا اون. هنا في بقى دي خليها دي خليها وانا طبعا دي انت هنا ممكن بقى تختار اللي برا دي لو انت عايز تغير مكانها. يعني بصوا جماعة هوريكم برضو كسريعا كده. ننجح لبرنامج تاني. هنا هقوله بصوا انا مسلا ايه كل ما هغير في الحاجات دي هيغير في اللي تحت دي. الا بس مش عاوز اغير فيه. بس نموكم نغير مع بعض يعني هنا مسلا اللي هو دي او دي بصوا كل ما هعملها هتلاقوا شايفين الحواف اللي تحت دي بقى تعملها ازاي? شايفين يا جماعة الفكرة? فانت ممكن بقى تحكم في بتاعت دي او اللي هو الايقونات. عارفين نتالي محوطة الايقونات دي. بقى متحكم في مكانها من هنا. من فوق طبعا العرض بتاعها بقى الارتفاع الحجم كلام ده كل يا. وما تخلص خالص تقول له هنا كده لما تخلص خالص. طيب نرجع تاني للبرنامج في ايه تاني عندنا في البرنامج. هنا طبعا دي او لو انا خطرت مسلا وطلعت برة كده. هتلاقى بص بك وكلها بقت واضحة. ولكن في تحت بس اللي هو الجلس اللي هو تحت خالص على ايكون لتحت ده. طيب لو رجعت تاني قلت له جلس. وطلعت برة. او شايفين يا جماعة بقى فيه جلس تاني على الايكونات والوجس اللي حاطتها. فاعمين? فده الفرق بين واحد ومية اثنين. هو برنامي الجميل انتم موكوا ما تخش انتم تجربوا. لو في حاجة من دي معنا مش واضحة معكم موكم تجربوها. لوكو سكرين طبعا خليها هنا اون. والهوم سكرين برضو خليها اون. وهنا برضو خليها دي بلور. دي برضو حاجات انتم موكوا تتحكم فيها بقى فيه درجة البلور ودرجة الشفافية بتاعة الجلس والكلام ده كله. فبصراحة هو تطبيق جميل جدا يعني بيعمل لك افكت حلو اويل امتيجتي في الشاشة كده وتيجي تفتحها تاني. الشكل يا جماعة اللي هو بتاع النقطة المية اللي عامة ترقص دي او طعوم دي. بصراحة جميلة جدا وخصوصا كما تفتحها كده. وتلاقيها نزلت يعني معاك على شكل الايكونات بصراحة شكلها ممتاز جدا. فبش لابدك اتمنى اكون يعني يفتكم باي حاجة. كالعادة لو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا بالدم عنوية اللي هو عبارة عن لايك كومنت جميلة زي كده اشترك في القناة انت مش مشترك فيه على الزر الجرس ولو عندك طبعا اي سؤال او اي استفسار او اي طلب لاي حاجة ما تضيش طبعا انت سبالي فيه الكومنتات واحاول طبعا اعرض عليكم وتواصل مع بعض. وبس كده يا شباب.